سراً اجتمع ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة برئيس وزراء الاحتلال بن يمين نتنياهو في بودابيست في أبريل الماضي لم تتحدث وسائل الإعلام الإسرائيلية عن الزيارة بشكل صريح بل اكتفت وقتها بالحديث عن لقاء بالغ الأهمية جمع نتنياهو مع أحد الملوك الخليجيين ويكفي هذا الحديث بالنسبة لتل أبيب لتسويق علاقاتها المتينة مع حلفائها العرب مهرت الزيارة البحرينية الملكية بعنوان غير مفهوم تعزيز العلاقات مع هنغاريا ولقاء رئيس جمهوريتها ليتبين لاحقاً أن ثم ترابطاً إسرائيلياً دفع حمد لإجراء هذه الزيارة الغريبة بحث اللقاء ترتيبات الإفراج عن الخطوات الأولى من صفقة القرن قبيل مؤتمر المنام الذي عقد بعد اللقاء بشهرين وقد حظيت واشنطن بدور بالغ الأهمية في التحضير للقاء البحريني الإسرائيلي في هنغاريا هي التي كان لها بالطبع الدور الأساس في تنظيم مؤتمر المنامة واختيار العاصمة البحرينية موقعاً لعقده وتسميته أيضاً يقول الملك البحريني مخاطباً نتنياهو إنه لا يمثل بلاده فحسب بل يحمل تفويضاً في العلاقة مع إسرائيل من السعودية والإمارات كذلك وإنهم جميعاً يتطلعون لعلاقات متينة مع تل أبيب باعتبار أمن إسرائيل من أمن الخليج خصيص جزء من لقاء حمد نتنياهو للحديث عن تعزيز التعاون الأمني وتقديم طلب خليجي بالاستفادة من الخبرات الإسرائيلية في مجال الأمن والمعلومات والاستخبارات تدرج جديد في إعلان العلاقات الدبلوماسية الرسمية لقي إعجاب نتنياهو الذي حمل ملك البحرين تهنيه لولي العهد السعودي على جرأته في تقديم العلاقة الحسنة مع إسرائيل والإعلان عنها كما وإظهار سياسته العدائية لطهران باعتبارها عدوا مشتركاً